قضية رقم 23 فيلم لبناني بنكهة فلسطينية أثار جدلا بعد قرار بلدية رام الله بمنح عرضه في اختتام مهرجان أيام سينمائية رضوخا لضغوط نشطاء طالبوا بمقاطعته متهمين المخرج اللبناني زياد دويري بالتطبيع تحت ذريعة الحفاظ على السلم الأهلي الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل اجتمعت مع إدارة المهرجان وأبدت تحفظاتها على عرض فيلم للمخرج اللبناني زياد دويري بسبب تورطه في مشروع تطبيع سابق واستمراره في الدفاع عن التطبيع وهذه النقطة المهمة بينما معايير المقاطعة الحالية لا تدعو لمقاطعة كل أعمال هذا المخرج ونحن نعمل على تطوير المعايير بالتشاور مع المجتمع بينما فيهم السينمائيين والسينمائيات الفلسطينيين خلاف بين المثقفين الفلسطينيين وحركة المقاطعة بديأس حول أحقية منع عرض الفيلم في ظل الاحتجاجات على شخص المخرج وليس مضمون الفيلم بحد ذاته بسبب تصويره مشاهد من فيلم سابق له في تل أبيب معتبرين أن القرار نقطة تحول خطيرة على صعيد الحريات أي منع لأي منتوج ثقافي مهما كان من حقي أنا أقول إنه هذا تطبيع وأنا برفضه وأطالب الناس إنها تقاطعوا وما تشوفوا بس مش من حقي أمنع الناس إنها تشوفوا قرار بلدية رمالله بإلغاء الفيلم بغض النظر عن المبررات وما صاحب عرض الفيلم من صخب هو قرار خاطئ وقرار مضر وبحق الثقافة الفلسطينية عموما لأنه يخول أي أفراد بغض نظرة مطلعين أو مش مطلعين على محتويات أي منتج ثقافي بكرة أنهم يقدموا احتجاج قد يكون احتجاج سلمي وقد يكون احتجاج صاخب وفيه أن ضواء على تهديد وبالتالي رضوخ بلدية رمالله لهذه الاحتجاجات سيعطي مبررا لأنه أي مجموعة بكرة ممكن تلغي أي فعالية ثقافية في البلد قضية رقم 23 حاز في مهرجان البندقية السنمائي جائزة أفضل ممثل للفلسطيني كامل الباشا يفتح ملفات الحرب الأهلية بتجسيدها من خلال خلاف بين مسيحي متطرف ولاجئ فلسطيني مقيم في أحد مخيمات لبنان ليتطور الخلاف الصغير إلى مواجهة كبيرة في المحكمة من مدينة رامالله لتلفزيون القدس ربا عيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر